هذا وأعلنت قيادة العملية المشتركة فرض حظر شامل على التجوال في العراق الذي بدأ من الساعة السابعة إلى إشعار آخر يشمل العجلات والمواطنين ودعت القيادة المتظاهرين للانسحاب الفوري من داخل المنطق الخضراء وأكدت أنها التزمت على درجات ضبط النفس والتعامل الأخوي لمنع التصادم أو إراقة الدم العراقي القيادة شددت في بيان على أن مسؤوليتها حماية المؤسسات الحكومية والبعثات الدولية والأملاك العامة والخاصة مشيرة إلى أن التعاطية مع التظاهرات يتم من خلال الدستور والقوانين وأنها ستقوم بواجبها في حماية الأمن والاستقرار